موسيقى شاهدين مساء الخير و اهلا بخضراتكم لقاء جديد و حلقة جديدة من حلقات الاهل الليلة و عندنا النهاردة مجموعة من المحاور المختلفة و الفقرات المتنوعة و بسعد بصحبة حضراتكم و معايا زملائي العزاء امير هشام و خالد العودي هتكون في فقرات و حوارات مختلفة هيتابعها ان كابتن خالد العودي و زميلي امير هشام و هنبدأ فقرتنا الاولى النهاردة بحوار تفصيلي عن الكثير من الامور الفنية المتعلقة بالشكل اللي ظهر عليه و انتخبنا الوطني الاول و فوزه 3-2 على نظيره التونسي في تصفيات المؤهلة لنهايات كأس الامم الافريقية و ايضا المباراة اللي كانت مرضية جدا للجماهير و النقاط الرياضيين و الفوز و الشكل اللي ظهر عليه منتخبنا هنقوم بتحليل امور فنية كثيرة تتعلق بالمنتخب و نحاول ان نصل الى رؤية كمان فنية لما يمكن ان يقدم النادي الاهلي في الفترة اللي جاية رؤى مجلس الادارة و ايضا منقشتها و القرارات الفترة اللي فاتت اللي صدرت و ما اعلن عنه الكابتن الخطيب رئيس مجلس الادارة و بيعتزم انجازه و تحقيقه على مستوى قطاع الكرة في النادي في الفترة اللي جاية كيف نصل الى افضل شكل و افضل مستوى فني و افضل نتائج ترضي طموحات مجلس الادارة و اعضاء وجمهير النادي الاهلي داخل و خارج مصر خلوني ابدأ مع حضراتكم مع ضيفنا العزيز نجم الكرة المصرية السابق و النادي الاهلي سابقا الكابتن شريف عبد المنعم مساء الخير يا كابتن شريف و بسعد بوجود حضرتك معنا النهار انا كمان بسعد مكا محمد دايما لوم تايم انما انا سعيد ان انا موجود معك ربنا يخليك كابتن شريف خلينا نبدأ مع حضرتك و مع مشاهدينا بانك بالتأكيد حابب توجه كلمة لرئيس مجلس الادارة النادي اهلي كابتن محمود الخطيب اللي هيخضع باذن الله لجراحة فجر غدا ان شاء الله في المانيا و نتمنى له ان شاء الله الشفاء العاجل و تمام الشفاء و نتمنى من ربنا سبحانه و تعالى ان ينعم عليه بخالص الشفاء و ان يعود لممارسة مهام عمله على كافة المستويات والاستمتاع بدوره كرئيس لمجلس دارة النادي الاهلي و ما يحضر به من ثقة كبيرة من اعضاء الجمعية العمومية و من جماهير النادي الاهلي في كل مكان امين يا رب العالمين تروح بالسلامة و ترجع بالسلامة ان شاء الله تبقى اخذ الام باذن الله و احنا عارفين ان ان انت بتتحمل كتير وتتحمل في الوقت الحاضر كتير قوي على عصابك و على نفسيتك ان ما احنا كلنا بندعي لك و جماهيرك كلها بتدعي لك انت حيا اخلاق و اسطورة في كل شيء مش عشان انت بس اصبحت رئيس مجلس الادارة ان ما انت كنت موجود طول عمرك نائب و عدو و كل حاجة و اسطورة الجماهير و احسن اللعب في افريقيا و كل حاجة فيك نجم صحيح الحالة فريدة الخوف عليك مننا والحب ليك اللي هو امك لسوم و عب حليم حافظ انت محمود الخطيب يعني انا مش هادر اقول ان مصر انجابت محمود الخطيب و من حق مصر انها تطمن عليك فانت بالنسبة ان اخ كبير و عزيز علينا ما نحب لكش ولا نحب لأي حد نشوف اي حد بيتقلم هذا الاعلام اللي هي مبرحة في حكاية الظهر و اسألنانا انا معك في النادي يعني بتاع الظهر فعارف طبعا و عانا معاناة كبيرة خلال الفترة اللي فاتت انت بتعاني معاناة و بتستحمل و مش هندخل امور في بعضها الحقيقة انت لو كنا ان شاء الله او الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ان احنا كسبنا بطوط افريقيا اعتقد ان كنت هتخف يعني كانت فيه علام كتير اوه هتبقى في جسمك انت مش حاس بيها فمعليش اللي جاي او حضيك هنا بتتكلم عن تأثير الحالة النفسية الحالة النفسية بتزود علينا انا نفسي مداريش امسك نفسي يعني عادت كم يوم كده و انفجرت و كانت بصدفة هنا او وقت ما كان فيه مدخل كان فيه يعني او فالواحد مش لسه حنزيت في حبك نحن دينك ترجع باذن الله بالسلام ان شاء الله و نطمن عليك بكرة ان شاء الله بعد العملية باذن الله و بنأكد لمشاهدين في كل مكان هنتابع مع حضراتك و نطمنك باذن الله على الكابتن الخطيب بعد خضوعه لهذه العملية الجراحية و نطمئن عليه ان شاء الله بشكل دقيق و بشكل علمي و ننقل لحضراتك كافة المعلومات اللي بالتأكيد هتبقى محل اهتمام مشاهدينها و مشاهدي قناة الاهلي و جماهير النادي الاهلي في كل مكان داخل و خارج مصر كابتن شريف هنبدأ بمنتخب مصر في ظهوره الاخير و فوزه الكبير على منتخب تونس في هذه المباراة في تصفيات الافريقية و بعدها ننتقل لرؤيتك الفنية لما يمكن ان يكون عليه شكل فريق الكرة في النادي الاهلي او قطاع الكرة في الفترة اللي جايه و ابرز المتطلبات منتخب مصر شايف المنتخب ازاي في مباراة تونس والله الف مبروك منتخب مصر على التعديل الشكل في الاداء و في طريقة اللعب و احنا بس كلمة هالناس ان هما في اختبار حقيقي قدام تونس هو الاختبار الحقيقي كان لما يبقى المباراة مهم اوي يعني انت مهم اوي اوي انا كنت تكسب مهم اوي ان انت كنت تشوف اللعبة بتاعتك بيلعبه بالطريقة الجديدة بالاسلوب الجديد غير طريق كوبر خالص ده راجل اجيري ده شكله عايز يروح للجول بيلعب تلاتة قدام وبيعمل تطعيمات وبيعمل زيادة عددية لانا كنت انا وانت بنكلم فيه قبل البرنامج امتى انت توصل من الاطراف وتعمل العرضيات وتلاقي اكتر من واحد عامل زيادة عددية جهود 18 عشان كده يبقى عندك فرصة انت تحرز اهداف دايما من ضربة سابتة احرصت عن طريق لعب من الديفندر هو اللي بيزود على اسوتن بسريف كلبالي لما بيطلع او سعد سمير عندنا بنفس الشكل نادي الاهلي هو منتخب مصر منتخب مصر هو معظمه والنادي الاهلي الشكل اللي بيرعب بين نادي الاهلي بيكسب به وبيوصل بين هيئات البطولات اعتقد ان هو يعني العماد الاساسي لمنتخب مصر فهي عملية عملية واحدة انما التفكير اللي عمله مصر اجيري ان هو يلعب بالشكل ده وبالوجود اللجوء 18 وبالتحرر لبعض اللعبين وبيجرب بيجرب احد الاماكن والتطعمات في الشكل الهجومي في شكل نص الملعب بيشوف الشكل الديفندر بتاع نص الملعب الهوفباك اللي هو بيدافع شكله والهوفباك اللي هو بيعمل ازدادة علي شكله عنده جرأة ان هو ياخد لعيبة انت شعيفة في المؤلين العرب زي محمد طهر مثلا ياخد يجيب جرأة تانية ان يجيب لعيب من احسن لعيب تأسية وقعده احتياطي ويخليه للتطعيم يعني عنده لغة انا كنت اتمنىها موجودة عندي في الاهلي انه يبقى عندي الجرأة دي حتى نفق يعني رغم الاصابات اللي عندي ورغم الحاجات اللي انا عديت فيها دي كلها ونقبة تركة اللي احنا عورسنها او وارسها مجلس الادارة بتاعت كابتن محمود الخطيب ومجلس الادارة الحالي الفترة اللي فاتت دي احنا ما بنحزبكش انت ولا مجلس ادارتك انت احنا بنحزبك على اسمك الكبير بصراحة يعني انت محمود الخطيب والمجلس الادارة ده اسمهم كبير اوي عمري فاروق الوزير درندالي ومرتاجي خبرات كبيرة في المجلس خبرات ودينمو يعني الدينمو بتوع المجلس كله الوجوه الجديدة جرحي وجوهر دكتور راني عالواني كبير ودكتور عالواني خبرة كبيرة موجودة قبل كده ومشباب طبعا كلهم عحفظ القابل الجميع الدماطي والجرحي وكل المجموعة كل الناس طارق كل الناس يعني لما تيجي تشوفهم بعد من اجحوا كده كوادر والناد ديالي كله كوادر حتى في اللعيب احنا احنا كنا نتمنى بس ان الكوادر بتاعت السنين كلها اللي بتعدي من ايام مصطفى عبدو الخطيب وزيزو وحسن حمدي وصطفى يونس وكرامي وزيبي طالرحام الناس دي كلها وصفة طالرحام والناس دي تبقى بتصب عند جوزي وابو تريكة وبركاته احمد فتحي ومحمد شاوي بس لا انا بقولك ليه كده محمد بقولك الاسماء ليه تلاقيهم كلهم لعيبة جامدة قوي ومكملة لبعض كدر جامد جدا لما تتفرج على شكل الفرقة ما تلاقي من عبد الباقي وفتحي وصطفى يونس وحسن حمدي ومار همان بقى حقطوا معاهم طبعا لنه لحق بالفترة دي وكرامي وثابت ونص منعب زي طهر الشيخ عبطي ديلك بيلي انا بحب المهاجم وصفة طالرحامه ومختار وجمار عبد العظيم جنبه مختار وزيزه الناحية التانية ونخش اللي بقى محسن صالح وصفة عبد حليم قلنا وكان في مين تاني في نصفة ما مش فاكر وصفة عبده خطيب وبعدين كابتن عبدالعف الشافي كابتن البحطيتي والسيمري الناحية التانية وبعدين يجي شوف عبد المنعم من الناشئين يفتح الباب لبقية اللعيبة فكانت جيل اول مرة كان هما اللي ياخدوا بطولة افريكا ساتنين وتمانين وانا لعبت النص البطولة وصالتي الحادثة دول ناس فيهم المكاومات لفرقة لها شكل البطولة كانوا على طول بياخدوا الدوري وياخدوا الكاس بتاعفشين نسيبوا مرة لزمالك زمالك ياخدوا له ظروف معينة حاجة كانت الناس دي شكت لهم شكل بطولات تحطوهم في حتة ما يخرجوش برا بتاخد الستة اللي قدام هم بتوع منتخب مصر يخش عليهم عليه خليل وحش عطف روجها فيش غير كده ما عندناش والباقي احتياطي كله من اي نوادي تاني فدي اللعيبة اللي انت تتراني عليها اللعيبة اللي جابة هل كلامك اللي بدأت بيه الحلقة تشري بيقول ان الخبرات الحالية الموجودة سواء في اصحاب الخبرات الاكبر سنا في نجلس الادارة والاكثر خبرة ام جيل الشباب واخدنا منهم انثلة طبعا على سبيل المثال الحص مع الكوادر الرياضية المتميزة مع الخبرات الكبيرة اللي بياقودها الكابتن محمود الخطيب بتفرد عليهم تحدي او علت سقف الطموحات عند الرأي العام والشرع الاهلاوي وجماهير وعضاء النادي ان الناس متخيلة لفترة الجاية ومتوقعة وعلى يقين ان المجلس ده حيخلي الادارة مستوى عالي جدا في النادي واولها كرة القدر بص هولك عهد كابتن محمود قبل ما يبقى رئيس النادي رئيس النادي كان هو وكابتن عدل القعي دينمو الناس تحب تروح تقعط معهم وينضوا على بياض ولا أنا غلط مش دار كان بيحسب فلما يبقى النادي انت اللي عودت الناس على كده ان كم من اللعيبة اللي موجودة والتالنت بتاع اللعيبة اللي موجودة كله بيبحث ان هو يجري يكون موجود في الفترة اللي مكانش فيها محمود الخطيب وكان يمكن كابتن عدلي موجود بشكل او باخر النهاردة هيس المعرابي بيخش من الشكل اللي هو بتاع الاربع خمس سنين اللي فاته يعني كان الراجل بضو اشتغال جابلة كابلة كده هو بيتباهب ان هو كان طبعا جاب مليك ايفونا حلو احنا عادين نفس الواتيرة اللي هي واتيرة عدل القاعي والشغل الشاغل اللي هو كان بيحسنه خلينا نتكلم في الانجازات والنجاحات النهاردة الشارع مصري عايز الشكل اللي هو كان موجود كان عمله له حزن الحمدي والخطيب والناس دي الناس كلها بتبحث ان هي تجري تقعد معاك ان هي تبقى موجودة معاك ان هي تبقى عندك هنا موجودة ده شكل كان مريح عشان كده انت لما تبقى لامم وعظمك كله كل العيب ييجي حتى من افريقيا يتمنى انه الاهل الاول مش عايزه الاهلي يروح في احد تاني فهي دي كانت ده للشارع اللي هو انت اللي عملت له الحكاية دي او الاهلي متفوق افريقيا وتمانية من الاهلي في المنتخب يعني ده يعني انت اللي خليه واي لعيب ييجي من نديب خمسمائة الف جنيه بيصبح ثمن وحاجة واربعين مليون وحاجات كده فحداك بتقول ان ده سقف طموحات جمهير الاهلي ورأي العام الاهلاوي سقف طموحات اي حد في العالم انه يكون موجود مع النادي الاهلي حتى لو جاي من بره مصر يعني حتى لو هو لعيب يعني ليه اسم يعني ما اول ما بيبحثه يقولك احنا قديرين نلعب في هذا النادي للنادي ده السمعة والثلاث وراءات اللي هم بتوع دستور بتاعته المبادئ والكيان والفانيلا يعني ايه المطلوب يا كابتن شريف لو بتقترح على مجلس الادارة بياخد رأيك بحكم خبراتك الكبيرة صداقتك وزملتك بالكابتن الخطيب لو طلب منك تقدم رؤية فنية تقول ايه في نقاط ايه المطلوب حتى يقدم الاهلي ما يليق به المستوى الفني المطلوب واللي هو قادر على العودة له في الفترة الجاي نعمل ايه هقولك على حاجة هم كانوا بدأوا بالفعل يعني محمد فضل اللي مجيء ابتده يعمل شغله يعمل اجندات ويعمل حاجات للولاد اللي هم سنوم زغير ويدور على الاعمار اللي يتديك زي ما المتخب بيقولك انا بلعب لغاية 22 بعمل تيم لغاية 22 يعني بيدوروا على مستقبل هنا الناس فعلا شغالة اللي انا عرفته اللي انا عارفه ان هم شغالين حقيقة وحسام غالي معاه ان هم شغالين في البند ده البند ده ما ظهرش للناس على فكرة ما ظهرش ان فضل بيلم ويجيب اللعيب وما خدش حقه وما بنش للناس الهتة عشان الناس ما تلعبش عشان الناس مش باينة عشان الناس مش موجودة انا كنت هلعب في الحتة دي هدخل في قطاع الناشئين ودور وشوف واتعب شوية وابحث مع عدل عبد الرحمن وشوف الدنيا مين هو اللي قريب اوي يكون موجود عندي تحت في الفريل اول في الفريل اول لا تحت الطلب يعني مع محمد يوسف وقلقته وعدل عبد الرحمن مين ده اللي يقدر يلحاني كان في ماتشي زي الفاينال مين اللي يبقى موجود هي دي الحتتين انا عايزة يعني احمد ياثر ريان ده كان لازم لعيب من زمان اوي يكون بياخد انت عشان تشوف اللعيب لازم ياخد احمد حمدي لازم ياخد كريم ندفت بيغيب وتلاقيه بيلعب في الفاينال سابورت للمسلم العب لازم ياخد قبل كده لازم تعتمد عن الناس دي يعني انت ده ال point of attack بتاعت انا يعني ده ده النقد الرئيس النقد الرئيس انا مش شريف منعب تاعة الاهلي ان انا كنت اشوف ناس كتير او في مرحلة معينة ملعبش ماتش بين يسويف لمواغذب كريم ازارو وليد ازارو حبي انا انا مش كله اعيز اجهز كواده انا مش عايز ابحث ان انا جاي ما بخسرش ماتش لو اتعاد ماتش حتى لو كان حبي انا هو اخده ماء الغزر جد لا انا عايز مساحة بالفكر ناس بتشتغل وناس بتطاعة من الناس اللي موجودة بافكار وشغل جديد ده انا لو شريف عبد المنعم عايز افتح لهم ان هو بقاعد مبسوط ليه مش فارق معه مين اتعور مش فارق مين معه جاله وقف مش فارق مين معه لان هو محضر كل الجهاز لان الاوراق الرابحة كتير موجودة قدام الجهاز ايوا فدول الناس اشتغلت بالفكس بس محدش محدش حسام غالي وفض اشتغلوا لا الستارة اللي مش معينة دولايات انه جابين له خلوا هيس معراب النجم النجم جاي على الولاد ولا تزعلوا انا بكلم بس مراحة وانا بكلم الناس عشان الناس تهدى والناس تفهم ايه اللي بيحتم احنا ما عندناش زعل ولا عندنا اي حاجة ملاكش عندنا احنا ناز بنشغل بس ما حاش نوى عننا فيه فيه تفاصيل عمل انا بطلع عليه صدر لكن الاكبر دايما هو حب النادي الاهلي وان كل ولاد النادي الاهلي حيخدموا النادي في كل مركز وفي كل مكان وبالشكل اللي هو بيقربوا جهات النظر كل من منا في موقعهم شايفين شايف عبد منعم هنا في القناة دلوقتي بيادر يقول كلمة كويسة اقا ناخده منها المرحلة دي مش مرحلة تشوف عبد منعم مثلا في الجهاز الكورة مثلا أو حاجة المرحلة دي يمكن يعني يمكن تتعرف عليها يمكن تشوفني يمكن من هنا من خلال هنا تتعرف شخصية شكلها ايه تعرف فكري شكلها فهو ده الوقت طيب لين الوقت يا محمد يسمح للولاد نهما يشتغلوا بس هكيد وعطاقت زي ما اتفقنا دايما وانت معايا وانت معايا كلنا كلنا صحيح انت اساسا كمان معايا يمكن الكلمة والقلم اوقع من اي حاجة تانية وانت تعلمناها كده فاحنا على ثقة ان دايما هيبقى فيه تكامل في الرؤى واستفادة بكل الجهود لكل المحبين للنادي الاهلي من اللي لهم صفة في مهمتهم او في عمل معين بيقدوه داخل او خارج الكيان او حتى حبهم بشكل تطوعي للنادي ان الكل هيمد دي موجود مع زميلنا العزيز كابتن سيد عبد الحفيز وفريق الفريق المتميز في الستوديو التحليلي وكابتن خطيب اتصل كان فيه مدخلة هاتفية وشارك معاكو وقال ان فيه رؤية لإعادة بناء فريق الكورة والكابتن خطيب ومجلس ادارة الحالي مركزين جدا على مستقبل الاهلي وده متمثل في اهتمامهم بالناشئين والاكاديميات هل فعلا ممكن نعمل طفرة بتعمل فرق كبير مع الاهلي بالشباب الصعد في الفترة الجاية كابتن شليف كل شي ممكن بس انت عايز تسابق الزمن انك انت يبقى لك وجود في الملعب يعني انت عندك ماتش الواصل الاماراتي يشيل كتير قوي لو كسبت الواصل الاماراتي هنبتدي ناخد نفسنا ونقعد نتفكر صح انما لو تاخد نكاوت كل شوية ما هو انت بتقابل بتعملك نوع من العرق لا بتقابل الناس لا تقبل الاسم يجرى له اي حاجة ديف 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 دي محدش بيشيل الكلام ده لعبها ما بتشيلش الكلام ده لعبها ما بيجيش عليها حاجة المدربين بيمشوا والإدارة تتلام والقعيب قاعد زي ما هو كلمة انت قلتها التوفير مين في الملعب هيبقى هو اللي بيمسني وارفع رأسي وهو اللي بيخليني بالكوة احدش بقى شاك جاب لك الإصابات ولا الناس اللي انت كنت تترك اللي يورسها الخطيبة هو مجل الصدار تضير اللعبة دي كان وارث اجايه برقبة بتتخلع وإيقاف لأزارو وكل اللعيب عندك متعورة كل اللعيبة لعب واربعة خمسة عندك خمسة في المات سلفات متعورين قوام رئيسي للفريق يعني ده خمسة ازارو اجايه معلول احمد فتحي سواء للإصابة أو الإيقاف سلية متعور لا مهارب متعور جوه الملعب بس أنا بقولهم لك يعني ميدو جابر ده جاي اونان اوف يعني مش عارفين هو سليم ولا مستليم لعب في حتة بضغط حمد هاني الضغط اللي عليك ده كله من اللعيبة كمان ده البشر محمد هاني لا محمد هاني من فيه كواليتي حمد هاني وصبر الرحيل انزل حينزل العب حينزل العب حينزل حديك اللي عنده ما فيش في دماغه ولا مبلعب ولا مبلعبش ولا الكلام ده لانه عارف ان الوقت جاي له ده سنه صغر هو جاي جاي ولانه في الاساس عنده قدرات فنية عنده قدرات فنية فمع المشاركة هيبقى مؤثر جدا مع الفن ده غير بقى انت لو عندك كم لعيب مريحينك في الملعب وبليميكر وما فيش ايه وتلعب اربعة ثلاثة ثلاثة ولا بتلعب اربعة اربعة اتنين وعمل شكل هجومي عملك عملك هجومي عشان لما الاطراف اللي هي اقوى حاجة عندك تشتغل تلاقي ناس في المنطقة الثلاثة الثلاثة فتلعب كورة عرضية فتلتش فتجيبها جون زي جون التاني اللي انت جيبته في الترجي هنا في مصر دخول بس حد جوة الثلاثة الثلاثة في ناس مش شايفين مش مرأبين تكجول الحاجات دي لازم هو ده الفكر انت الحكاية بس الازمات بتبقى كتير عليك اقدر حزبك على انك مطمعتش في المباراة ده في المباراة في رؤية مثلا انت رحها واحد من محبي النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي كابتن احمد بلال لما سألته ايه طموحاتك لفريق قرر في فترة الجاية قال بتمنى يبقى فيه في الفترة الجاية من وجهة نظره اربع او خمس تعاقدات مع لاعبين بمستوى وبكفاءة ايفونا اجاية معلول يعني صفقات مشيت من نادي الاهلي وانتقلت لانديها اخرى او موجودة حاليا ومؤثرة جدا زي اجاية ومعلول واظار قال ده اللي يخليني مطمئنن لو غاب عندي في ظرف قاسي جدا زي النهائي الافريقي اربع لعيبة من العيار التقيل يبقى عندي عناصر بديلة على نفس المستوى ومحسش بقى يتأثر سلبي في الطريق رأيك ايه كبتنشد انا رأي ان احنا عايزين فرعة كاملة يعني طالب تلات ستة وناس زي محمد نجيب والناس اللي هي كبرة في سن ومتعورة وكلامين ده ومعشي تعملهم ماتش اعتزال يليك بهم وكامل انما فيه لعيبة بتدي في الملعب حاجة زي كده احنا عايزين كتير قوي عايزين اللعب والبديل بتاعه بس انت عندك طفرة جميلة قوي من تحت عشرين سنة دول كويسين جدا انا هي كل اللي انت عايز ان انت ببص وتستحمل شوية عايزك تعدي بس ماتش الوصل وبعدين اعمل استراتيجية اللي انت عايزها عايزك تلعب بالناشئين الناشئين هم كل ما هياخدك محمد شريف لما بياخدب بندل جيم جون واتنين يا محمد الـ أنت حطتها جوه الملعب حتى اللي هوا اللي هيلاعبك مش متعود عليهم فبيشوف شباب وجرية في الملعب يقدروا ينفذولك لو أنت عندك فكر إداري أو فكر ملعب أو فكر أي حاجة دول اللي يقدروا ينفذوا كل الأفكار اللي عندك دول اللي يقدروا يشلوكي اليومين دول دول اللي تيجي تقول تعالت وليه لا أنا عندي فلان أبقال ما يرجع فلان أبقال ما مش عارف التخطيط اللي قال عليه أحمد بلال الستة دول يجوا أبقال ما أنا بشتغل إيد لوحدة ما بتصعفش مش عايزك بس مش عايزك يعني نزلوا من الناس اللي موجودة بأكتر منطقتها عايزين نديهم لإكسكيوز وعايزين نفتح لهم كمان أوراق تانية تساعدوا في الملعب أوراق تانية نقولهم يا جماعة اهجموا يا جماعة العبوا باتنين الشكل اللي تعودنا عليه العبوا باتنين فرودة لأن اسلوب لعبوكو ما ينفعش بفيرود واحد طب خليوا قلدوا بعد ما كانوا بقلدونا شوفوا الرجل المسيكي في بعض اللاعبين في الخطرة اللي خاتت رجعوا بعد ما كانوا بعيدا عن النادي الأهلي للإعارة أو لأي سبب والرأي العام في حالة حيرة كتنشري فيهمنا رأيك فنيا فيهم الناس شافت أن الأسماء اللي أرى أحضارك دي على سبيل المثال يعني أحمد الشيخ وعمر بركات وجودها في الملعب ولو لدقائق وليلة كان بيعمل فرق يعني أن عمر بركات بينزل الفترة اللي شارك فيها بينزل يحرز هدف بينزل يشارك في الكسافة لجميع ضغط الجوم بعدين يلاقيه بعيد إيه اللغة رتمة دا وإيه سبب دا وإزاي نخلي الجهاز الفني يقدر يطوع إمكانيات لعيب الرأي العام كله بيجمع أنه لعيب عالي جدا فنيا بس لسه مش قادرين نستفيد بيه بس اللاعب هو السبب أنا يا ما عملوا فيه في النادي الأحلي وحدش كان يقدر علي أنا بأخذ الكرة من باكليفت راح أنا وجون محدش يقدر علي بس لسلوك معين خروج معين بتاع ما كانش عاجب كابتا حمسة الحمد راح جاب لي ذكريا نصف عايز يلحب علي لميت نفسي تاني وأثبت له وروحت لعبت ومشين في تركيا قصرت تركيا دخلت في تحدي مع نفسي دخلت في تحدي مع نفسي بقيت تركيا دفع فيها مية خمسة ومئين ألف دولار الدنيا كلها بتجري ورايا مش عال أنت كلعب أنت اللي تقدر تحدد لنفسك إزاي أن تاخد عين المدرب يعني أنا مش حاضر أقول لك أن أحمد الشيخ مش كويس ولا عمر بركاته مش كويس إنما هم مازالوا حطين نفسهم في الشواء اللي عندهم إنما الشواء بتوع الآلي قد كده إزاي بقى اللاعب يبزل مجهود يطوع نفسه للفريق إزاي بقى قد كده مش الحتتين اللي عندك هعمل الثبتة وحعمل 22 ديئة قد قضية خلافية في العالم كله ده شغل جهاز فني وشغل مدير كورا لا ما أنت في رئيتك مش كاملة يا محمد ولا شغل اللاعب محمد في رئيتك مش يعني ريال مدريد بتتنقى بالواحد وبرشلونة بتنقيهم بالواحد الحكاية إنت مين الحكاية إنها وجود في الملعب إنت بتقنعني إنت بتقنعني أنا ك تفرض نفسك على الجهاز الفني أوه إنت بتقنعني قدامي أنا ما قدرش أشوف حد غيرك إزاي إنتوا اللاعب ده ما بتلعبهوش دي ما وصلتش إزاي كارترون ولا محمد يوسف ولا سامي أمصان ولا الجهاز المعاون الأجنابي ولا الرجل اللي بيعمل لهم التأهيل قالوا لا أنا عندي ناس شغالة زي النار ما تبصوا لها أنا عندي في شكل معين إنت كمان الظروف بتحكمك عليك إنت عمرك عديت في الظروف اللي عادة فيها نادي العلسان فات في كل المباريات دي عندك كان ماتش ناقص من الدوري هتلعبهم إزاي لسه ملعبناش حاجة في الدوري هتلعبهم إزاي دول كمان في اندماجات وفروكية فهتبقى في جدوى المضغوط إنت هتبقى ثاني في جدوى المضغوط فيه ضغط ومطلوب منك أن أنت البطل أنت مش مطلوب منك تتعادل ماتش أنت لو تعادلت ماتش البلد كلها بتنام بدري يبقى في لقده وهجوم البلد بتنام بدري مش بيحصل هجوم البلد بتزبقى زعلانة البلد مش طيقة نفسها لو لقلت عادل أو تغلب دي حقيقة لأن هم خلاص خدوا على مستوى معين وإنت اللي عملت لهم الإي كلاس ده ما فيش حد تاني أنت بتلعب الكبير والزغير ما بتشوفش قدامك هم عايزين النوعية اللي أنت حضرتك تكلمت عليها الكواليتي من اللعيبة اللي هي تضمن لهم السوبر أداء جوه الملعب التدويرة بقى من جوه الملعب شكلها إيه ده شغل الجهاز الفني مش شغل أنا وإنت نحن نشوف أن نلعب بثنين فراودة زي ما أنا بقول كده هو بقى شايف أن العناصر اللي عنده بتقدرش تديله دلوقتي نروح نرجع تاني للتدعيمات يعني هنا حضرتك فنيا شايف أن الأنسب للأهلي في الظرف الحالي وفي المجموعة الموجودة الأوراية الموجودة عند الجهاز الفني حاليا هي اللعبة بثنين فراودة ده غير ثنين فراودة تدويرة من جوه اللعيبة نفسها فكيلي بقى حسام عشور وسولية فكهم شوف لهم شغلانة تانية غيرنا هم أربعة اثنين ثلاثة واحد دي شوف لها تانية شوف لهم طريقة تانية دول أنت موقف حسام عشور دي حتته ودي الجنينة اشتراها بتاعته يطلعك يمين وطلعك شمال وياخد الإقاع ويعمل خلاص حرر بقى سولية قدام شوية طلعه جنب خلي يقوم بدور هجومي خلي حد جنب واليد سليمان عنده كورة فوتبولر واليد ينسند عليه ويديله تاني ويبعت ويشوت بشمله خلي التدويرة من جوه يعني خليك انت بتعمل شكل الناس حاسة به وعندك الامكانيات بس انت الاكسكيوز والعذر اللي أنا بديهولك كجاز فني انت كنت على طول لعبتك مصابة انت مش عارف تاخد من لعب زي حمودي كده معرفش ايه ماتش على بعضه والعشرين ديه ولا هفتاين مش عارف تاخد ومعدين بيه بتعيني بتيجي على اللعيبة تقوله أصلا كده بتعملش الواجب الدفاعي بتاعك انا مش بتاع دفاعي انا راجد ريبلر وبروح العب طب هل دي حاجة محتاجة ان المجلس الفترة الجاية يشتغل عليها او يلتفت لها تنشريك فكرة انه الناس بتسأل كمان حجم الإصابات والغيابات وفترات العلاج طويلة في النادي لا بص جهاز الطبي يعني زي ما يعني بتقولك جهاز الطبي ازاي العيبة بجي لها شد كتير ازاي موضوع الراجل هتخش بقى محمد الشناوي مستوى مش قد كده عشان بيخش في جون ولا حاجة فهيب بقى لك لقى الراجل مدرب الحراس المرمى اللي كان موجود ومين اللي جاء الناس بتدخل في كل حاجة ومش عارفة تديك الرشتة اللي انت بتكلمني عنها دلوقتي معنداش تفاصيل ورشتة ولا أديهم في النار زي الناس اللي هي موجودة بكلامك بجد والله مش بدافع عن عد انما فيه برضو عليهم حاجات لازم يفكروا فيها ولازم يعملوا اوبجريت لنفسهم هم كجهاز فاني لانه جزء من نجاحات الكائنات الكبيرة في العالم في عالم الكورة زي النادي الأهلي انه دايما الشغل الطبي سريع جدا جدا ودقيق عشان يرجعلي الأوراق اللي هي لها قيمة فنية واستثمارية عالية سرعة جدا للملعب اتمنى ان يكون عندهم المعدات اتمنى ان يكون النادي الأهلي بيفكر في المعدات الطبية السريعة اللي هي تقدر اتمنى ان اللعيب لو جالوا حاجة في الرجبة يعملها في مصر وما يسافرش ألمانيا ويكون فيه ناس هنا يقدروا يرجعه زي باريزي كده من رجع من كسر عالم في دول السرطاشر ودروف ورجع لعب في النهائي عايزين احنا بدلا ما بيروح في إيطاليا والمانيا والحيطة دي احنا عايزين يكون عندنا اتمنى بالشكل ده للمنتخبات أولا وللاندية بعد كده وياريت النادي الأهلي أكيد عنده فرصة كبيرة أو عنده الدماجات كتيرة تا حاجة شايف انه لازم اهتمام بكل التفاصيل دي في الفترة دي عشان ما ترجعش تقول الدكتور ما يبقاش فيه أي أسباب تانية جديدة ما ينفعش تقول الدكتور اللي موجود ده الدكتور اللي موجود ده هو الدكتور التاني هو الدكتور التالت وهو الدكتور الرابع هم نفس الدراسة نفس الشكل بل بالعكس هو عندك انت بيقابل حالات كتير أو فهو متميز في المنتخب بيقابل حاجات كتير أو فهو متميز بيجيلوا من الأندية في المنتخبات لعيبة جاي متعورة في المنتخبات يعني عشان هو يأهلها فلازم تبقى الكواليتي بتاعه هو من أحسن الناس الموجود الحكاية إن إحنا كمنتخبات وكأنديا ما نطلع بعسات بر إيطاليا هيجرى إيه لما نطلع لك اتنين تلاتة داكاترة في الحتة دي يدرسوا بره ويرجعوا لك وإنت معتمد عليهم في الفترة اللي بعدها المنتخبات نفس الشكل إنتوا خسرانين إيه ده إنت لو عملت أي بروتوكول ورفاعت سماعت فون على إيطاليا مركز الأولومبي مش عارف إيه للتحضير والعلاج الطبيعي وما عاديين نبعت لكم أي حد يقول لك عندنا سيريا A وسيريا B وسيريا 3 عندهم تريه وعندهم كل حاجة هناك عندهم أوسع عندهم تنظيم أكتر عندهم كل حاجة نشتغل شوية 4-5 سنين نقف نسين على وعب يعني اشتغل في الناشئين زي من الوقت ما بيعمل ربيع سين مسك فرقه 2001 وشاوي غريب مسك الأولومبيع قبل ما ربيع حيوصل للبتاع حيكون شاوي راح مسك بقى تاني في حتة تانية أو بأهل تاني من جديد تدويرها كده شكلها عجبين طب هل اللي ممكن يعمل نقلة سريعة جدا إيجابية في الكرة الفترة الجاية في النادي الأهل هل هو مصار تصعيد ناشئين وكوادر جديدة ولا تعاقدات سريعة مع ناصر مؤثرة جدا ولا الخطين يمشوا بشكل برالل أو متوازك كله كله مع بعض عشان النتائج تلغي لك كل اللي انت بتقوله ده نتائج عايز تقولي النتائج لان انت لما بتكسب بتقدر تحضر نفسك وتعمل كل اللي انت بتقوله ده بس بتنسى احنا بقينا اه ان المكسب بينسل القصور أو العيو انت من كمتك ومن وجودك ومن حد الشايف ان انت عندك شورتش في اي حاجة او تقصير في اي حاجة لما حد الشايف اصلا ان انت ممكن تكون مكسر ولا ملي او مش وقبالك ولا تعبان انت مش مغفور لك في اي حاجة انت الحاجة الوحيدة اللي تقدر الناس حتى لو كسبت اتنين واحد ولا واحد سفر ماشي مقبول عندهم كسبنا انما مش مقبول للي حتة اللي انا قلتها لك لا تعادل ولا هزيمة فمش حيقولك انت عندك اصابات ولا حيقولك انما ممكن يقولك ايه اه الدكتور بتاعك مش كويس مدارب حراس المرمى مش كويس حيقعد يخبط فيك في اي حتة حتفضل تعلم على الحتة فالحكاية مش سهلة ومش كن فيكون مش عصاية سحرية هيجي محمد جندي والشيف عبد المنعم يعملوها كده بفكرهم العالي بالبتاع وينفذ ده عايزة كوكبة كبيرة جدا ومنظمة وكلهم صدقين بعض وكلهم عارفين ان احنا ماشيين في خطس عبتة واللي اشتغل قبل كده ما اخفكش الظروف اللي حطتنا في الموقف ده اكسملك بالله احنا لو كسبنا كاس افريقيا المرة دي كنا هنعد نضحك كلنا ليه ازاي الفرقة دي كسبت وخلاص يا بقى انت وكمان زي الفوز بيغطي على العلم زي بالاصبات دي يعني مخليكش تتعامل معها بشكل طبعا ما كانش كل البالو اللي احنا عادين انا وانت دي واجعين قلبنا انا وانت بيتكلم في رشدات وعملين فيها انا عامل فيها ان انا يعني لعبت كرة خمسين ستين سنة وخبير وقدر اتكلم في كل حاجة لا هي المكسب بيعم الفشل لعبت كرة كنت نجمي جديد الفشل خمسين ستين سنة لا بقولك الفشل بتلاقينا ايه والله احنا ما كنا بنتعادل او نتغلب ماتش دمان ما كناش بنخرج من البيت فاحنا مصرنا كده احنا حياتنا طيب النادي الاهلي دايما كانوا بيقولوا هو مؤشر الكرة في مصر والبطولات اللي اخدناها 2006-2008-2010 على مستوى منتخب مصر كان الاهلي فيها في احسن حالاته وبالتالي كان اكبر تمثيل في المنتخب للنجوم الاهلي وكان الحالة الفنية منعكسة على المنتخب هل ممكن تبقى الاية معكوسها دلوقتي يعني زي ما احنا الهمنا منتخب مصر كتير قوي من النجاحات هل ممكن نستفيد بجرئة الجهاز الفني المنتخب وانه بيحط عناصر في الملعة زي طاهر وشباب جديد بينزل وبيشارك والدفع بصلاح محصن وهم عمرهم صغيرة هل ده ممكن الفترة دي يبدأ يدي مؤشر إيجابي للأهلي انه يخوض الاتجاه ده والتجربة دي كل ما زادت المواهب والسن الزغير اللي انت قلته واللعيبة الوعدة اللي انت بتتكلم عنها دي كل ما زادت الامكانيات لك والوجود في الملعة اكتقدر تقاب الفرق كبيرة زي المغرب زي تونس زي الجزائر دول فرق عندهم الفترة دي بقى عاملين زي اسماعيلية عندها كانت ولدين بالمواهب واللعيب لدرجة انت بتادي تفكر في معلول بين تونس وتفكر في النقاز وتفكر في رجاني يعني انت بتريد تبص لهم ليه لازم نبص تحت رجلينة دلوقتي شميع نحن ببص هناك ونبصش عندنا هو ايه التقصير اللي احنا عندنا لعبتنا مالها بقت تالنت عندها قليل اللي بستغربه ان انت بتودي اعراض اعراض دعيمات في حياتة عندهم ميكانيات قدك عشر مرات بقى بيجيبهم برازيل وبقى بيجيبهم كل الدنيا وانت برضو بلسه برضوك فيه كميزة اللعيب المصري حاجة دانية بسببها بتميز فين اللعيب المصري بقى متميز عندك في حاجة واحدة في نص الملعب ودفندر انما انت بكل اللي عندك ده بيت بتجيب على طول اللاين فرود بتاعك افريكي ومغربي طب ليه في نص الملعب كنتم شريفنا امياز اللعيب عندنا على الاطلاق في العالم دلوقتي مهاجم حتى لو مش بيلعب سترايكر يعني ده مش بتاعك ده اه بتتكلم عن ده مش محمد صلاح ده مش ملكي ولا ملكي الحقيقة هو مصري اما الصلاح مصري اه هنا بتتكلم عن لعيبة الاهلي مش لعيبة مصري عموما بتتكلم عن لعيبة الاهلي لعيبة الدوري العام بتاعك بصير تتكلم عن اللعب المصري بشكل عام ولاي الاول انك بتلاقي لعيب مصري فرود والفرود بيبقى كلاس 2 مش كلاس اي البقيين كلهم عمد فيرا وبكلي والتحاس كندريفي واع وأزار بتاع بتعديلي في ناس انت نفسك هنا بتريد تغيب نفسك انك انت بص على الفرود اللي عندك بتريد تبني الفرود ليه غايب الفرود من الدوري المصري انت اللي بتعمل كلا بيدك شبه في طريقة الاداء ايمن شوقي حسام حسن ايمن منصور يعني الهدفين اللي هو بيخطف بيجيب الجوم من نص فرصة فيه زي ما انت قلت اتفضلت وقلت عليهم وفيه اقوة منهم كمان يعني فين الناس اللي هي عندها الملكة في الحتة دي وعندها سرعة الاستلام وسرعة التفكير وسرعة الترجمة لاهداف انا رايح اجيب جول النهاردة من سرعة حلعة في المطش السعين دي عشان احضر واعمل وسوي حاجات كتير ايو بتحسف الملعب مش موجودة كده عندنا زمان انت الفرود دولتي لو ما كانتش زي علي خليل كده بيروح المطش ثمان تسعة مرات في الجول انفراضات عن طريق الهاف بتاعه او عن طريق فانتخب مصر او في ناديه هو ده الفرود اللي انا طلبه السرعات اللي موجودة السرعة دي مش موجودة غير عند وليد اظهره دولوقتي يقوله بعملك الهجومي ده ده مبقاش موجود تحس ان انت ايه في غربة تحس ان البديل بتاعه بتحسبه انه مش زيه انت اللي دم توفر البديل ده انت لو عندك حد من الناشئين وشايفه تجيبه تعلمه وتقعد تقريه الولد ده وتورنه ازاي يعمل ويستلم واتعب يا اخي شوائي عشان توصل للمكانة اللي انت نفسك فيها اتعب ادام الناس اختاروك وشافوك انك انك انت تقدر تبني وتربي وتخلي فيه نفس الشكل ونفس الطريقة اللي النادي الاهلي ماشي فيها في حياته يبقى الكوادر اللي هي موجودة هي اللي تقدر ترجع النادي الاهلي لنفسه من جوه مش لازم اشتري يعني انت النهار ده ما تطلبش انك انت تروح تشتري من بره تشتري من جوه شوف من جوه ابني بنفسك ابني سواعدك خلي عندك عين خلي عندك وقت ما تقوليش يا سنة بمس على 13 14 و 16 لان الوقت ده انا عندي من 18 سنة انا عايز اللعيب اللي ممكن بكرة احتاجه في الفرست تيم وينزل يلح حمد ده انا كان 17 سنة وبلع عبد رجاء اولى كرامي 17 سنة لعبد رجاء اولى احنا ما عندناش جوهان دلوقت غير مصطفى شبيرو والنادي وابن ولد تاني حتى ما بيجيش يتمر احنا عندنا مشكلة في الجوهان عندك حاجة ناس يشتغل وترجع انت تاني للحاجات اللي فاتتك فيه ناس بتمسك الأجهزة هي اللي بتقدر تتكلم على قديمه على تاريخه على اجنبيته على استفادات من ناس جم عندك اسماء كبيرة اولا نعلوا خبرات لمدربين من النادي نعلوا خبرات لنا في الملاعب حتى انك اللعيبة تعلمنا فكل ده عايد ان انت تصبه مش عشان تقول النهاردة بعته فلان يمسك الجهاز هو مفيش غير فلان ده يجي من هنا الناس بيتكلم على الناس مش عارفين هم لو موجودين هيعملوا هين يقولك هو فين فلان وفين فلان وفيه تش عارفكو الدنيا فيها ايه او الدنيا موجودة ده عايزين خبرات موجودة تقدر تترجم في الوقت ده اسرع الرشدات والعلاجات بيسموها ايه المسكنة عايز خطة عمل ناكحة جدا يا كابتن شريف بس حداك بتقول انها ما تحتمل شوقت طويل يعني ان عايز حلول تأثيراتها سريعة جدا مسكنة بنتائج وعايز التوفيق من عند ربنا كمان معاك يبقى في الفترة الجاية دي ان شاء الله بإذن الله طيب احنا طبعا المحاور دي اتكلمنا عنها ما بين رؤية مجلس الإدارة وقطاع الكرة ولجنة الكرة في النادي بخيادة الكابتن خطيب وما سينتج عن سياسات العمل او برنامج العمل لإصلاح او إعادة بناء حزب تصريحات رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي لفريق الكرة في الفترة الجاية بالتنصيق مع كافة الكوادر المكلفة بالمهام المختلفة في قطاع الكرة في النادي ان شاء الله نصل لأفضل نتائج اللي تكون مرضية للجميع على مستوى الأداء الفني وعلى مستوى المردود والنتائج على المستوى الدولي والمحلي هابتن شريف خطنا سريعا للحديث عن النادي الاهلي وإحنا كنا بدأنا بالمنتخب وحنختم به الجزء المتبقي من هذا الحوار مقارنة سريعة جدا بين المدير الفني الحالي والسابق مستر جاري مستر كوبر لأن في ناس قالت والله إحنا مش متطمنين أصل العروض الجميلة لشنال فترة رفتت مع منافسين واستهوم أقل كتير من منتخب مصر لحد الاختبار الحقيقي أعتقد أن إحنا قدينا بنفس درجة الإيجادة قدام تونس رأي حضرتك الراجل الأجنابي اللي كان موجود قبل كده كوبر ده لم يكنش شايف لعيبة في مصر هو كان جايبهم كلهم من بره يعني هو معتمد على الناس دي وكان ماشي في نور الله يعني هو بيلعب دفنس في كده ومش عايز يخش فيه جول وكان أحمد محمدي وعلي جبر في قمة أداءهم الحقيقة يعني شايلين بلاوي والحضري شايل أحجازي أحجازي الجبر لا أنا أتكلم على حجازي وعلي جبر والراجل اللي هو الستاندر بتاعنا أحمد فاتحي شي اللي يداني بيوقف له أعظم وانجات لفت في غانا ومانا وكل حتة اللي بيلعبوها فهو ده وعنده راجل الساحر محمد صلاح اللي وصله كاسعالم ووصله نهاء أفريقيا فالراجل ده ملوش دعوة كان باللعيبة بتاعت مصر ده مجاش منتخب مصر ده جاب أجانب اللي بيلعبو بره مصر هو اللي لعب بيهم وما دخلش عليهم حد دخل يوم كهربة بين كهربة جاء راح السعودية برضو ونفس الشكل كل من هو لمت انه بيه محترف الراجل اللي موجود هنا بقى دلوقتي ده ابتدى زيه بس بقى بينزل للمتشاط الدوري ويشوف النواقص عنده فين عارف ان عنده نواقص جنب محمد صلاح هو ده اللي معطله انه يروح يجيب جول ومش كل مرة محمد صلاح انها عنادي على نفسه عاملس برينت وكرة تبقى ضلة هو اللي يترجمها ويخليها هي اللي تيجي جول لازم الراجل اللي عنده فيجين او رؤية يثبتها الراجل ده الفرق بينه بين كوبر زي من هنا العصوان قال لك يخش فيه جون زي ما انا عايز حتى التثبيت اللي بيكلموا عنا اليومين دول اللي هو ايه الديفنسي بتاعه يتزبط يخش فيه جونين بس انا جيب تلاتة ايه ده الدالبة رزيل ده الفرق اللي بتلعب جونين ده ألمانيا راينر هولمان كان بيقول كده وهو مدير فني للاهل انا بكسب اربعة اتنين وخمس سلاتة او اربعة تلاتة خش فيه زي ما يخش بس انا اخد تلاتة بونت في الاخر الشكل ده يزبط بعد كده الديفنسي بتاعه يشوف التطعيمات راجل بيبص في اللعيبة الجول الدوري طلع نجوم جاب واحد من المقاولين عرب المقاولين عرب كان في الدوري دلوقتي على فكرة اللعيب ده كمان طاهر ده تكلم عنه في حوار سابق معنا المهندس شريف حبيب وقال ان المقاولين عنده كدر مماس جدا وقال عنده لعب بيعد او وعد جدا وبيتوقع له مستقبل قريب جدا ان شاء الله من نجمينها محمد صلاح قال الرواقع انه ياخد نفس المصار ده محمد طاهر ده على طاهر كمان محمد طاهر ده يبين لما يبقى جنبه محمد صلاح ولعيبة تانية كويسة انما هيبقى جنبه لعيبة مش قد كده هيزهر انما مش هيبقى مولي انا لسه صغير انا كنت صغير وقلت بحط فرقه ورايه في ظهري واجري بيها انا بتكلم عن طبيعة الداو انا بتكلم عن الانسان نفسه او اللعيب نفسه التالنت لازم يتحط في بقرة لعيبة كويسة تلعبه هتاخد منه الماكسيمون بتاعه يمكن تلاقي عند طاهر ده كورة مش انت مش شايف على حد الوقت لانه بيلعب مع فرقة المقاولين اللي هي على طول بتكسر ماتش وتتعادل ماتش وتغير لها جهاز فني وتغير لها جهاز فني تاني وتغير لها اسلوب لعب والراجل ده يتنرفز من اداءه لانه في الفرقة حاسس مش مكانته فيطرد مرة فيجيله طرد في اول حياته الفنية في الدورة مع ما طرد طرد في الماتش هو اللي جاي بالجل وطرد في الماتش ده نفسه حاجات بتحصل وعراكيل بتحصل في اتموسفير تاني في نادي تاني زي نادي الاهلي مش هتلاقي 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 ده كل لعبة اللي جات لنا جايين ايه مين هم انهم ما بقوا ايه بقوا ماشاء الله يعني متفائل يا كاتل شريف بطريقة اداء الجهاز الفني الحالي بقيادة اجاري انه ماشي بفيجن فنية او رؤية فنية مستقبلية جيدة المنتخد انا ضده بس في حاجة واحدة احنا بنخطط لعشرين اتنين وعشرين دي انت بتاع مرحلة انت انت في مرحلة خد احسن ناس موجودة في المرحلة دي ده مش الاساس بتاعك خدوا مباشيهم عاتب عليها عشان وليد سليمان انا مش فاهم ايه هو يعرف وليس سليمان من اين اصل غير من ملعب هو مين اللي قاله على وليس سليمان دا اي حاجة ان هو يجيه ولا ما يجيش انا مش فاهم القصة دي ايه الحياة انا مش مصدق انه وليس سليمان دا مش من المنتخد يا اخي خده وجربه وشوفه في المجموعة دي وشوفه هيعمل ايه مع صلاح وعجي ده هيبقى قد كده عشان مرات كمان لانه بيلعب مع المنطقة بيلعب مع انا فيه لعيبة من المحترفين دي ولا عندي ولا شوفها في الملعب اللهم بيلعبوا دول ده بيجيب ناس انا بروح اصفرج عليهم فان ديتهم ايه اللي في ويجن درجة تانية ايه اللي مش عارف فينا ده مفيش حاجة خالص مفيش حاجة خالص اللي يمكن زاد شوية اليومين دول محمدي محمدي الحقيقة لسه واقف على حيله وبيه عنده تم واساس وكلام من ده اه بيغلط اه بيغلط بس عنده شكل لعيب كورا ممكن هو ده الوحيد اللي انا يعني قادر اقول اه اعتمد عليه في غياب احمد فاتح وحاجات كده انما بقيت اللعيبة انا سعيد ان هو جاب حسين اه بتشحات بس برضا هو اقع ايه اللغة دي انا مش فاهم يعني بيدوروا على اللعيبة اللي بتجري في الملعب كتير انا شايف كده يعني اه لا والاختياره شكل وردة لا مزلنا مزلنا انا مزلنا 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 طريق حامد والنيني ووردة دول لسه لازم يحصل فيهم تعديل دول لازم يحصل فيهم تعديل لان احنا انا معاك انك انك انت تلعب بالشكل الدفاعي ده وبعندك لعيبة بس لازم يبعندك لعيبة اقوى من كده يعني طريق حامد ده بيعمل بيدزل كل حاجة بيدزل كبير بدني في المرة اللا النيني رفيني يعني تاك تاك لازم بتدي قد كده عشر مرات يا كابت النيني يعني لازم تعمل زي زميلك بيستخدم جميع اسلوبه في الكرة ان هو يثبت للناس انه مازال في بقرة الدوق في العالم كله اعمل كده يا كابت النيني انت انا مالي انت بتلعبش هناك ولا بتلعبش تراح في حتة سمار شايف ان عنده افضل من كده على المستوى الافريكي على المستوى الافريكي وعلى المستوى المحلي عندنا احنا هنا في المنتخب بتاعي لازم يبقى دي كده عشر مرات لازم يبقى رايح جاي عب 18 رايح جاي عنده ياملك من اللياقة البدنية والحاجات دي انه هو يبقى العامل والناقل الحركة الادام مفيش عبدالله سعيد ولا الراجل بتاعه ده وبيقدر يوم احيانا بدور هجوم يو عنده الكوار البلايسنج بيقدر يعمل كده من يوم حاجة انما المرة الفتر باللعب بتسوانة بان ولا سوارة داندي ممش بيلعب فين ابو سليبي يغطي على ايمن قش في ناحية الباكليفت ورائد في الباكليفت قاعد في الباكليفت فين ده انا لا اقبل ان انا اتفرج على ايما وقامة وقامة زيك انت عامليني ويقىك في هذا الشكل مريح لا ما تريحش انت اجهزة فانية بتاع المنتخب بالمطر خد من اللعيبة الماكسيموم خد اللعيبة اللي بيديلك وشكرا ان انت عندك الجرأة انك ابتديت تبص للدورة ده الفرق بين هجيره وفي شخصية الادام المنتخب بشكل عام نفسه انه بيلعب كرة بطريقة مختلفة خالص فيها طموح هجومي تحرر يعني هو ده تريزيجي ده تريزيجي من سنتين ده تشوف الراجل اداله عشان عمله ناس جنبه ده بقى بيخش زمان مبليش حد يا ايه ده ياخد ضرب الجزاء او كان مع كوبر بيعمل مشوار كمير مشوار ده ايه لا ما عندهش حد والناس وقفت بتبيع بطاطا ورا كلها لا مستنين كرة ما تتطع منه عشان هم يقفوا ويدفعوا ده اللي حصل لنا فالشكل ده ده مرفوض تماما انما هو لعب بشكل هجومي طالب نفسه وزي ما قالوا له اوهمو ان هو في اختبار حقيقي الماتش ده ماش اختبار حقيقي اختبار حقيقي في قاس افريقيا النتائج اللي حامل طيب شكل المنتخب بدأت تتضح ملامحه كانت الناس منتخوفة من ان الشكل ما نقدرش نعمل قياس او تقييم حقيقي لاداء منتخبنا مع مستوى المنتخبات اللي هي اقل كتير فنيا اللي واجهناها في الفترة اللي فاتت قبل منتخب تونس في المواجهة الاخيرة شايفنا فين يا كابتن شريف من خلال متابعتك لاداء المنتخبات الافريقية في الفترة اللي فاتت احنا مقبلين على نهايات كاس امم وعندنا طموح ان شاء الله ان احنا نفوز بالبطولة او اقل شيء حننفس بقوة على اللقب احنا فين مقارنة بمستوى المنافسة ومستوى المنتخبات الافريقية حاليا سادس منتخب سادس بعيد شوية مين قبلنا مين ومين اللي شايفوا بليم عندك كاميرون حاحبة الارض نيجيريا كودوفور غانا مغرب تونس والجزائر خد واحد منهم هدي ستة وهلوم مجرى بقى انا شايف البطولة هتبقى صعبة جدا يعني النافس فيها صعبة جدا شايفها صعبة من البطولة اللي فاتت انت لازم عندك معجزات في نص ملعبك ده لازم تجيب بلي ميكر من اي حتة يعني تشوف الحكاية دي هل صالح جمعة ده هيرجع ينفع يرجع عندنا تاني في الأقل ويلحق نفسه وتبدو للدنيا تبصله تاني وكده هل صالح جمعة مثال صارخ على او قوي جدا للفكرة اللي اتكلمت عنها من شوية كنت نشريف فكرة ان دور اللعب نفسه في انه عليه مسئولية وانه يقدر لما بيبقى لعب جيد جدا فنيا هو كمان مطلوب منه شغل كتير قوي مش الجهاز الفني بس والله يدارع الصحبة الراجل ده لو عنده صحبة جيدة وفي حاله يخش ينغمز بقى مع لعيبة تاني وعنده فرصة رهيبة تاني محظوظ حظ غير عادي اللي كان بيتطرد مننا مجدش بيرجع تاني خصوصا ان صالح جمعة اول ما بيرجع ويشارك ويبان في الملعب انه مؤثر مع الاهلي بيبدأ المنتخب يبص عليه فور هي حتة في الملعب يملك الفارق بينه من لعيبة تاني هل حيقدر يطلع الفارق ده ولا حيخش في دايلامة التالنت نفسها لا حيخش في دايلامة ان هو مش ماشي مظبوط وكلام من ده ومش مضبط نفسه حتبتدي عضلات تشد وحيبقى في شكل لعيبة ما بتدلكش زي 30 دقيقة و40 دقيقة و45 دقيقة وتبقى مرحلة حفن شبيل الدوري ده وخلاص ما عايش حشوفه سامو عليك واشي سامو روح بقى بنرجع تاني لحتة الاعراط والبيع هو مش عايز يجيب نفسه لو عايز تواجه في ختام الحوار ده يا كابتن شريف نتمنى طبعا كمان منتخبنا يكون في أفضل حالاته وان برنامج الاعداد لمشاركة المنتخب في نهايات كأس الأمم الأفريقية القادمة يبقى على أكمل وجه ويستمر فكرة الصعود التدريجي لمنحنى الأداء أو كيرف أداء منتخبنا الوطني والاستفادة زي ما قال كابتن شريف عبد المنعم بكل العناصر سواء كانت عناصر شابة أو عناصر الخبرة الموجودة دون النظر للعمر بل النظر إلى عطاء وجهد كل لعب في الملعب والفايدة المحتملة لوجوده وللاستفادة بخدراته في المنتخب أخيرا كابتن شريف لو عايز تواجه كلمة لجماهير النادي الأهلي مشاهدي القناة عشان حالة الإحباط أحيانا اللي بيبقى مبالغ فيها عند بعض الناس إن احنا نغير بس المود الموجودة عند الناس ده والله ما فيش أكتر من أنا الأهلي في كل مكان يعني الناس مقدرة حبكم ومقدرة وقفتكم وانتوا حسين وكنتوا معانا ولمسين الإصابات اللي جات في الفرقة فبلاش نتوهم أشياء مش موجودة فإحنا عايزين إحنا دينا في دين بعض معاكم ونسمعكم ونفتح لكم البابان بقى وتيجوا التمارين تاني وتدوا ونبقى إيجابيين بس في رؤيتنا ونبقى إيجابيين ومن نجعب الإدارة ومن نجعب الحاجات دي يعني خلينا كل واحد في منا في موقعه انت بتشجع وانا بحللك وانا بسمعك وانا بحاول أقرب لك المسافات وانت بتمرن وانت بتجيب لعيبة تدعم بها خطوط أصيبت عندك انت من جوه التدويرة لو معرفناش نجيب لك حتى العبقرية بتاعتك اللي انت موجود فيها وبيقولوا عليك من أحسن المدربين والأحسن المساعدين تدوا كل الملعب تدوا الملعب الاحترافية الكاملة للإسم الكبير والكيان هو ده اللي يقدر في المرحلة دي يعدينا من أي حاجة بإذن الله اللي جاي يكون أفضل وتتكتف الجهود دعم الجماهية طبعا للنادي وزي ما حضرك قلت نبقى متفائلين ونبقى واثقين في كل واحد انه بيقدي دوره في المنطقة اللي هو فيها او في المهمة والإدارة اللي هو مكلف بالقيام مجهود معين فيها او مهام معينة وان ده كله ينعكس على شكل النادي وشكل الفريق مستقبلا ان شاء الله مع رؤية مجلس الإدارة ولجنة الكرة ان شاء الله الكل يبقى متكاتف وموفق في تحديد أهدافه والوصول إليها في أسرع وقت بإذن الله ونتمنى كل الخير والشفاء العجل لكابتنك كبير كابتن محمود الخطيب بإذن الله وندى الله سبحانه وتعالى انه يتم شفاءه على الكابتن محمود الخطيب ونطمئن عليه بعد خضوه وزي ما قلنا حضراتكم ان شاء الله خلال الساعات القادمة وفجر غدن ان شاء الله لهذه العملية الجراحية في ألمانيا بشكر حضرتك على وجودك معنا وبنسعد بمشاركتك معنا دايما على شاشة قناة الأهلي نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابقة كابتن شريف عبد المنعم بشكرك بجمتع وبابقى مبسوط وباخد حريرتي أنا بقعد معك ببنا يخلي جدي شهادة عفظ لي يا كابتن شريف وبسعد دايما بإجراء الحوار معك مشاهدين ابقوا معنا لسه فقراتنا مستمرة ومتنوعة عندنا أكثر من موضوع وأكثر من فقرة وضيوف في اتجاهات مختلفة هيتكلموا النهاردة على شاشة قناة الأهلي بعد قليل هنتقف احنا هنتقف مع حضرتكم مع فاصل قصير ونعود لاستكمال فقراتنا واللقاء الثاني في هذه الحلقة هيكون مع الدكتور جمال محمد علي المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وهيجري هذا الحوار زميلي أمير هشام ابقوا معنا اشتركوا في القناة